بعد انتهاء فثرت عملها في مكتب الأمم المتحدة المناسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدس في تات كاكيوميا فيوليت ودعت وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين بالقارج السفير محمد صالي النظيف هزا وتباهثت المناسقة المقيمة في تات مع الوزير سبل التعاون القائم بين البلاد ومنظمة الأمم المتحدة وعقب خروجها من اللقاء مناصقة منظمة الأمم المتحدة المقيمة في تات كاكيوميا فيوليت صرهت بأنها قدمت جزيل الشكر لمعال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين بالقارج على تعاونه خلال هذه الفترة وكذا عرض وتقديم التقرير السنوي الذي قامت به خلال فترة إقامتها في تات حيث استطاعت عبر برنامج مكافحة فقدان المناع المبتسب السيدة وغيره تحقيق الكثير في هذا الصدد هذا ونذكر بأن مثل هذه الزيارات تصحم في تقوية العلاقات بين البلاد ومنظمة الأمم المتحدة